اهلا بكم مشاهدين الكرام عبر الجزيرة مباشر من المريحة التابعة لبلدة يعبت قضاء مدينة جنين هذه القرية الصغيرة التي نشأت بعد نكبة عام 48 حيث استقرت فيها عدد من العائلات ولكنها تعاني من تضييق الاحتلال عليها ومنع أهاليها من التوسع وحتى البناء وأيضا الرعي في المناطق المحيطة أو حتى المناطق التي تشكل امتداد لأراضيها نتحدث عن الظروف المعيشية لهذه القرية الصغيرة ونتحدث أيضا عن واقع الحياة هنا في هذه المنطقة مع المزارع توفيق حمدوني من المريحة أولا أهلا وسهلا فيك لو بدنا نتعرف على قرية أو ضاحية المريحة اللي احنا شايفينها صغيرة يعني محصورة الكاميرا ممكن تغطيها شو بتحكي لنا عنها كم عائلي هون وكيف عايشين؟ فيها 27 عائلي بمعنى 27 أسرة 27 منزل تقريبا من ثلاث عيال حمدون وتركمان ورميلي على إيش بيعتمدوا الناس هون في حياتهم؟ كسيم على المواشي وكسيم على الزراعة وكسيم منهم على العمل في إسرائيل حيب لما نحكي منطقة صغيرة محاطة بالاستيطان وبالجدار ونحكي حتى عن برج عسكري على أراضيكم هون هذا كيف ينعكس على حياتكم بشكل يومي؟ طبعا فيه مضايقات من ناحية الرعي من كل ناحية يعني احتلال هذا شو يعني؟ طبك رعاة غنم خلينا نحكي وحضرتك يعني بتشتغل في مجال المواشي كيف مدبرين أموركم؟ والله بصعوبة بصعوبة لأنه ممنوعين نسرة محاطين بقرة استيطانية ملعين نسرة فيه مضايق محصورين بمساحات ضيقة للرعي طب هذا كيف ينعكس على الناس اللي بترعا في المواشي؟ فيه منهم عافوا عالهم فيه اللي باع باع واللي خفف خفف واللي ربط على العلف يعني منحكي قلت نسبة الناس اللي بتعتمد على المواشي مع انها مصدر دخل صير اه احنا نعتمد كل حياتنا عنا ابو جد على الحلال يعني هذا زي سوسي عنا الا انه المضايقات لو بدنا نستطلع شوي يعني طبيعة هذا الشغل في الحلال زي ما انت حكيت كنت زمان باي مناطق على امتداد اي مناطق ترعوا واليوم انت وين بترعوا؟ ممكن انت توصف لنا على اعتبار انه احنا محاطين بعدد من البلدات والقلود صحيح احنا من مريحة بنطلع بنسأل عرابي بنسأل كفر راعي وفحمي بالاساس بالاساس الآن لا الآن محصورين محصورين بكفز عرابي المقابل إلنا خلفك خلف ظهرك ولكن بينكم وبين عرابي في بقرة استثنان ومستعمرة والبقرة الاستاثنية عندهم حلال ومنعنا نرعى هم بيرعوا على راضينا طيب لما نتحدث عن مضايقات حكيت انت عنها كيف بيكون شكل هاي المضايقات يعني مثلا من هذا البرج العسكري كيف بيتصرفوا معاكم؟ بيتصرفوا معنا اذا شافوا ايجي اذا حدا اقتربها اكيد اذا نعا بيطلعوا الفتش و بضبوا بيسووا بضربوا اشارات وغاز رموا علينا غاز سيد توفيق لما نحكي عن واقع مريحة كقرية صغيرة احكي لنا شوي عن الخدمات اللي هون كيف بتقييم لنا اياها مثلا كهرباء مي خدمات طبية كهرباء موجود بس المي بتقطع احيانا اكثر الاوكاد مستوصف بدنا عيادي احنا ما عنا عيادي يعني ما في خدمات طبية متوفرة طبية متوفرة ما فيش هلأ لما حدا بدو يتجوز عندكم في البلد وين بيروح على اعتبار انه ممنوع البناء احنا كل جماعتنا اهل مريحة طلوا على البلد تركوا مريحة وطلوا على البلد وين على البلد قصر على يعبد على يعبد يعني فعليا انتو بتتركوا المكان هون يعني اي حدا بنفصل على الاهل وبيطلع من هاي المساحة انا اللي بحتي مع اتو بلادي اثنين جوبستون بيعبد ومثلي مثال هل سبق وتم مثلا هدم بيوت او براكسات او اي اشي هون قائم على الارض الالفين وسبعة انا هدموا عندي براكسات الخربيش تبعاتي بيت الشعر تبعي سكني اذا اللي الريح بالعب بي هدموه طب احكي لنا عن احوال المداخل للبلد كيف بتنتقلوا ليعبد اه في عنا بوابي الشارع اللي منطلع منه مسكر بوابي 24 ساعة مسكرة بنلف حول العالم مشان نصلي عبد اللي هي اصلا قداش تبعد عنكم فيش ثلاثة كيلو فيش ثلاثة كيلو اه سبنلف تنصل وثلاثة كفيرت وبنلف على يامد بسي بالاصل بتبعد عنكم مساحة قليلة وبعدين شارع رئيسي اه تمانا في بوابي شو بشكل هذا بالنسبة لأهالي البلد خلينا نحكي خاصة طلاب المدارس اذا واحد بده يروح بسيارة بدفع مضاعف زاد التكلفة عندنا طريقة بعض اه طريقة بعض طيب يعني التحديات كثيرة انتو حواليكم في استيطان في هون برج عسكري موجود طول الوقت في تواجد عسكري باستمرار بأي لحظة ممكن يتعرض لكم ايضا في تضييق على مساحات الرعي اهل البلد كيف مدى تمسكهم خلينا نحكي في هاي المنطقة لأبعد الحدود مسكين هل ممكن حضرتك مثلا تيأس من الوضع هون تترك المدارس لا انا ممكن استعيل ممكن تترك طيب برعي انا جربت انا من سكان السندياني كضعيفة وتهجرنا بالنكبي سكننا وين مستعمرة حنانيت هسا بينعنين والنزلة الشيخزين واطلعون هون مشان جدار الفصل العنصري اه وين اروح كم مرة يعني انا بدي ارحل ما خلص يعني فعليا العائلات اللي بتزوج ابناءها ابناءها بيطلعوا من البلد ولكن العائلات موجودة موجودة الجذور موجودة اه طيب لا نفرض انه البؤرة الاستيطانية اللي خلفك تمددت باتجاهكم اكثر كيف رح تعيشوا الفترة القادمة وين نروح يعني وين نروح فيش بديل يعني بنموت هون لو حاولوا يطردوكم لا لا وين روح ما في مفر يعني شو يطردونا بظلوا يطردو فينا ليش بدي منتردونا كم مرة بدي منتردونا من واقع تمسكك في ارضك وفي مهنتك اللي بتحكي انك ورثتها ابا عن جد رسالتك لكل الجيران والناس اللي معك هون في البلد بحكي بحكي لهم انه نعيد القرة اخرى مرة تهجرنا اكثر مرة وترحلنا اكثر مرة طيب هلأ وجودكم في مثل هاي المنطقة المحصورة واللي بتتعرض لها الكم من المضايقات اكيد كمان برفع تكلفة شراءكم للمستلزمات الخاصة بالرعي ومشانك كثير كثير طبيعي طبيعي بزيد علينا كل شي لما تكتع المي تنك المي تبع التراكتور تنك صغير ثلاث كوب ميت شيكل طيب ننجيب علف للمواشينا لما في الطريق مسكرة بدولف بكلف بكلف اي شغلة اي شغلة صارت تكلفنا بس شو نعم ما فيش مفر شو نعمل نشرد نطلع نعم طيب وين المساحات او وين الاراضي الاتجاهات اللي بتروع فيها الغنم حاليا او المواشي يعني بشكل عام ولا هاللي بتعدمده فقط على الاعلاف المصنعة على الاعلاف المصنعة احنا انا بريتش هاي الجبال كليات اللي خلفنا كنا نصرع بها نصرع على الراع نصرع على الراع نصرع على الراعي نصرع على الراعي السممنا الان في مستوطنيين عندهم غنم ما يخلونا جبونا الجيش وضربوا واحد من قرائبي قبل شهرين طبشوا راسهم كتلوا وكتلوا وكتلوا سارحوا جبونا ها هذا التخويف الراعي ايه 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 شو ردت فعل الناس لما تصير مثل هاي الحوادث خاصة انوا عددكم قليل يعني فعليا ما في حتى ما في كثرة اتحسسكم بانه ممكن تتصدوا بشكل كبير لقوات الاحتلال او للمستوطن يعني كدر المستطاع شو نقدر يعني يعني ضمن المعقول يعني في اشياء بنقدرش نصلها ممنوع بجبونا الجيش طيب هلا انتو اكثر شيء بتعانوا منه هي البؤرة الاستيطانية اللي احنا شايفينها اللي هي خارج هاي المستوطن اللي هي بتأسس الامتداد اخر للاستيطان احنا بكينا كبل هاي البؤرة الاستيطانية بكينا مكيفين مبسطين وعننا وساع وهلأ كيف الوضع عندهم؟ هاده هم استوطن واخن؟ لا مجموعة عندهم غنم وعندهم وبينزلوا على اراضينا؟ وبينزلوا على اراضينا يعني اللي قيلوا عندهم عمار الزيتون بستجيشوا عليها بحدهم طيب كيف بيكون موسم الزيتون هون في البلد؟ مش كل سنية السنية مش مريع السنية عندنا الزيتون مش كل سنية بيحمل لا قصدي في ظل وجود هاي المستوطني اللي جنبكم في مخاطرة في الوصول لأراضيكم؟ مش كلوا اللي بذيال المستوطني صحيح هاو اللي بعيد اللي عبسنوا هل بتاخدوا يعني هل بصير تعامل بينكم وبين الجيش هون في هاي المنطقة ولا بتروحوا على التساهيل؟ على التساهيل لا فيش علاقة مع الجيش انه يعني تعالوا سووا بمعنى انتو بتروحوا دائما على أراضيكم؟ اذا تم قمعكم؟ بس اللي كريب على المستوطني بيعاني بيعاني بوضع خطير خطير اه شكرا لوجودك معنا سيد توفيقي يعني انتهي بهيك اعطيتنا لمحة عن وضع البلد ولكن بالتأكيد المعاناة اليومية فيها الكثير من التفاصيل شكرا لوجودك معنا بنتمنى على الجزيرة المباشرة حياكم الله وميت أهلا وسهلا بكم شرفنا بمعرفتكم شكرا احنا كمان يعني بنعطيك فصحة من الوقت خلاص تعود للمزرعة ما بنعطلك اكتر شكرا جزيلا على وجودك معنا اذا مشاهدين يعني هذه قرية صغيرة للغاية وادعة كما يقول المزارع هنا قرية وادعة صغيرة تتواجد على هذه التلة التابعة لبلدة يعبد قضاء مدينة جنين شمال الضفة المحتلة ولكن حالها يشبه حال الكثير من المناطق التي يقدم الاستيطان أراضيها ويسرقها باستمرار لصالح التوسع الاستيطاني لا يتوقف الامر عند اعتداءات المستوطنين هنا او توسع البؤرة الاستيطانية بل ايضا هناك تدخل مباشر لقوات جيش الاحتلال التي تضيق على السكان هنا باستمرار كما ان السياسات التي ينتهجها الاحتلال في مثل هذه المناطق تقوم على منع السكان من البناء بحجة انها منطقة ليس فيها ترخيص للبناء وايضا يقوم حتى احيانا بهدم المنشآت حتى الزراعية منها في سبيل اضطرار الناس لترك هذه المناطق الى هنا نكون قد وصلنا الى نهاية هذه النافذة من غرب مدينة جنين وتحديدا من قرية الامريحة موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة